أوعز قادة الاتحاد الأوروبي بالعمل على توفير تمويل زيادة الاستثمارات في الصناعات الدفاعية وحدد القادة الاستراتيجية التي تعالج الاحتياجات الدفاعية الفورية والمستعجلة والمتوسطة الأمد بهدف تقليل التابعات الاستراتيجية لأوروبا وتعزيز استعدادها الدفاعي كما اتفقوا على تعزيز مبادرة الاستراتيجية الصينية الدفاعية الأوروبية وبرنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية نقص التمويل أبرز ما يواجهه الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير صناعات الدفاعية ولذلك ظهرت مطالبات بزيادة وتوجيه الاستثمارات نحو هذا القطاع حيث اقترحت المفوضية أيضا لائحة هي البرنامج الأوروبي لصناعة الدفاع وهي خطة تنفيذية فعالة للستراتيجية الجديدة ليست مشكلة التمويل وحدها من تواجه قطاع الصناعة الدفاعية فهناك دعوات إلى إجراء تعديلات على القوانين من أجل تسهيل الإجراءات في مجال مبيعات الأسلحة وتقديم أفاءة ضاربية كما قد يواجه قطاع الصناعة الدفاعية في أوروبا مشاكل في تنفيذ الخطط التشغيلية التي تحتاج دعم البرلمان والمجلس الأوروبي خصوصا وأن الأطراف الفائزة في الانتخابة الأوروبية الأخيرة قد يكون لها رأي مختلف للنحية الدعم الصناعات الدفاعية وفي السياق أكد الكريملين أن أفاق العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي سيئة وأنها تشهد ولن تشهد أي تحسن وذلك في عقاب تغيير قيادات التكتل الأوروبي وقال الكريملين أن قرار التكتل بترشيح فوندرلاين لولاية ثانية مدتها خمس سنوات لن يغير شيئا حيث من المعروف عنها أنها لا تؤيد تطبيع العلاقات بين أوروبا وروسيا إلى ذلك وردا على ما وصفها بتحركات من جانب الولايات المتحدة لنشر مثل هذه الصواريخ في كل من أوروبا وأسيا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستستأنف إنتاج صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ذات قدرات نووية واتهم بوتين الولايات المتحدة بجلب هذه الصواريخ بالفعل إلى أوروبا لإجراء تدريبات في الدنمارك وللمزيد ينضم إلينا من لندن عبر تطبيق زومة سيد روبرت فوكس الخبير العسكري والإستراتيجي أهلا بك سيد روبرت بداية كيف قرأت إعلام بوتين إنتاج صواريخ جديدة وسط ترقب لمواقع نشرها؟ أهلا بك ماريام لا أعتقد أن بوتين ينوي إنتاج أسلحة جديدة تظهر على أرض المعركة قريبا هي فقط خطوة دبلوماسية والهدف منها هو إثارة استياء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء ناتو حيث أنهم يبدون أنهم يواجهون صعوبات سياسية وهو يستغل الفرصة طيب نعم سيد روبرت ماذا عن تهديد موسكو للغرب بمواجهة مباشرة بسبب المسيرات الأمريكية في البحر الأسود؟ تعتقد من هي الدولة التي ستفقد صبرها الأولى؟ لا أعرف حقيقة ولكنني أرى أن أوكرانيا واجهت ربيعا صعبا وبداية صيف صعبة خاصة في خركيف والهجمات التي شنتها روسيا قنابل قنابل يتم قصفها عن بعض من الطائرات المقاتلة والآن بدأوا يشنون هجمات مضادة في محيط البحر الأسود وبحر أزوف أيضا محيط بحر أزوف وروسيا مستاءة جدا بسبب ذلك فإن الجسر الذي يربط هنا يبدو أنه خرج عن العمل تماما إذن هناك أمور سيئة تحدث وبوتين كالعادة يحاول أن يصير الشوشرة والضوضة ولكن هل سيتخذ هذه الخطوات فعليا أو لا أشك؟ طيب ما هو مدى سوء الذي يمكن أن يصل بها الجانبان روسيا والولايات المتحدة طبعا وإلى أي درجة يمكن التمادي في كل هذا التصعيد والتهديد المتبادل بين الجانبين سواء على أرض الميدان أو حتى من ناحية الخطاب الجانبان بوتين وبيدن حذراني بشكل يفاجئني حتى فهناك خط أحمر وكل طرف متردد ليتخذ أي خطوة وهناك نشر لقوات قريبة من الحدود في بلغراد ولذلك كان هناك قصف لخاركيف إذن الولايات المتحدة متماسكة وروسيا أيضا متماسكة ولديها رباطة جائش آخر شيء تريده روسيا هو مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة يتحدثون مرة بعد مرة ويتفخرون بقدراتهم لأن الصين أيضا هي أسر في كل ذلك وهذه الصواريخ الجديدة إن تم إنتاجها ستطلق من الصين بالمناسبة ولكن هل سعدت الصين مثلا في روسيا في تطوير هذه الذخاء روسيا هي الشريك الأساسي الآن لصين نعم طيب سيد روبرت أودان أسألك بخصوص هذه التهديدات المباشرة بين الغريبين التقليديين في حال لم تبقى هذه التهديدات في إطار الكلام فقط وفي إطار هذه المناورات العسكرية التي نراها والرد من قبل أو المتأني من قبل الرئيسين إذا اشتعل الصراع بينهما من أو كيف سيرد حلف الناتو على هذه المواجهة ستسهل أمور كثيرا إن حدث ذلك وسيكون ذلك بسبب حادثة إن كانت روسيا غبية بما فيه الكفاية لتجرب أي شيء عسكري في دول البلطيك سنقع في مشكلات عذروني إذن ستحدث مشكلات إن كانت هناك تهديدات مباشرة على أي دولة حليفة لأنيتو وبوتين يدرك ذلك حق الإدراك وهو حذر جدا حيال هذه الخطوة نعم وصلت الفكرة السيد روبرت فوكس الخبير العسكري والإستراتيجي شكرا لك في الوقت الذي تواجه فيه بيكين نزاعات اقتصادية وتجارية إقليمية مع جيرانها وشركائها التجاريين دعا الرئيس الصيني تجينج بينج إلى بناء جسور في الاقتصاد العالمي ودعا إلى تعزيز التعاون بين الصين والبلدان النامية قائلا إن الإنخراط في ممارسات فك الارتباط خطوة تتعارض مع مجرى التاريخ ولن تؤدي سوى إلى الإضرار بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي كما قال الرئيس الصيني إن الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات كبرى وأضف تشيف في خطاب ألقي أمام جمهور دولي عالي المستوى في الذكرى السبعي لتأسيس المبادئ الدبلوماسية الأساسية في الصين أن الصانعية السياسات يخططون لإجراءات كبيرة ويطبقونها من أجل تعميق الإصلاح بشكل شامل وفيما يدعو رئيس الصيني لإصلاحات وإقامة جسور اقتصادية نتابع ماذا تقول الأرقام الأخيرة عن واقع الاقتصاد الصيني انخفاض في إرادات الميزانية العامة يقابله نمو في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي فوزارة المالية الصينية أعلنت عن نمو الإنفاق في الميزانية العامة للبلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن الوزارة قولها أن أجمالي الأنفاق العام من ميزانية السنة الحالية بلغ خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين حوالي 10 تريليون يوان أي حوالي 1.52 تريليون دولار البيانات استادرة عن الوزارة أيضا تظهر انخفاض إرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 2.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.69 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وسبق وظهر تقرير صادر عن بنك الشعب أو المركز الصيني في وقت سابق نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8% مشيرا إلى تحصن الإنفاق الاستهلاكي وتسرع الاستثمار في التصنيع وزيادة الانتاج مع عزز أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم ككل ترجمة نانسي قنقر